السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن بعد البلاغ الكاذب الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول المدرسي المقبل الذي يقول أنه تأجل حتى الـ 21 شوتنبر فسارعت الوزارة في شخص السيد الوزير ساعد مزازي إلى تكذب هذا البلاغ وتم إصدار بيان حقيقة حيث جاء في هذا البيان أن الأخبار رائجة حول إجراء تعديل على تواريخ الدخول المدرسي 2021-2022 هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة